أهلا بكم وقراءة في أهم ما جاء بالصحافة العالمية نعود بها مجددا إلى تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة مع صحفية نادية أبو المجد أهلا وسهلا بك سيدة نادية نتابع سريعا هذه الأخبار منها أرتس البداية منها بعد ستة أشهر لم يتحقق إلا القليل من أهداف حرب إسرائيل في غزة تحليل لعمو سرائل تفضلي سيدة نادية كنا نشاهد منذ قليل هذه الصور لمظاهرات في تل أبيب واعتداءات من قبل قوات الشرطة على هؤلاء المتظاهرين على خلفية هذا الفشل هذا الانشقاق الداخلي يعني تقريبا بدون طبعا اتفاق مسبق معظم أن لم يكن جميع العنوين في الصحافة العالمية بتتحدث على أنه بعد ستة أشهر يعني لم يتحقق لا الأهداف التي تم إعلانها ولا تم تحقيق النصر المطلق الذي يردده نتنياهو في كثير من خطاباته بل يعني كما سنرى من هذا التقرير أو هذا المقال وغيره فكرة أن الحديث على أنه إسرائيل عالقة في غزة إسرائيل متورطة في هذه الحرب إسرائيل يعني هذه كلها أشياء بعيدة تماما عن فكرة يعني عن الطريقة التي كانت تتحدث بها الصحف يعني كثير منها في بداية هذه الحرب وما ذهب إليه المحللون أنه بعد ستة أشهر لا يوجد هذا النصر المطلق ولا النجاح ولا انتهاء الحرب السريع يعني كثير يعني هذا في هذا التقرير مثلا على سبيل المثال يقول أنه كانت هناك توقعات مرتفعة جدا أنه هذه حرب سريعة سيتم القضاء على حماس سيتم استعادة المحتجزين في غزة لم يكن أحد يتخيل أن يتم التدهور في العلاقة مع الحليف الأكبر بين إسرائيل والولايات المتحدة حتى لو يعني خطابيا يعني رأينا تغير اللهجة فكل ذلك يعني يتحدث هذا التحليل على أنه يعني حتى تاني فقرة في التقرير أنه إذا هناك مقارنة بين كفة حماس وكفة إسرائيل وطبعا نحن نعرف أنه ليسوا يعني هذه دولة وجيش من أكبر جيوش العالم وحركة حماس أنه هذه المقارنة ليست في صالح إسرائيل مطلقا يعني هكذا وهكذا وهذا كاتب إسرائيلي في صحيفة إسرائيلية فهذا هو نستطيع أن نقول المزاج أو يعني التحليل أو النتيجة مما حدث في الست أشهر الماضية أنه لا يوجد هذا النصر ولا يبدو أيضا أنه يعني وكأن الحرب يعني لا تبدو لها نهاية وفي نفس الوقت يعني لا تحقق ما كان مأمولا أو كان ما متوقعا منها هذا رأي الصحافة الإسرائيلية ولكن ماذا عن وسائل ووكالات الأنباء السجدد بريس على سبيل المثال قالت بعد ستة أشهر من الحرب تتزايد عزلة إسرائيل بلا نهاية تلوح في الأفق يعني هذا تقرير لمراسل أسوشياتي بريس بيتحدث على أنه عندما بدأت الحرب منذ ستة أشهر كانت إسرائيل في مكان مختلف تماما كانت إسرائيل موحدة أكثر من الآن بكثير كانت تحضى بدعم عالمي يعني غير مسبوق لهذه الحرب وحتى عندما بدأت تورد يعني تزايد عدد الشهداء الفلسطينيين وإنما كان هناك دائما هناك دفاع عن إسرائيل يقول أنه الآن إسرائيل في مكان مختلف تماما هو حتى تستخدم كلمة بالإنجليزية بوكداون يعني كأنها غرزت في غزة أو في الوحل أو أنها الآن في مستنقع يعني ولا يبدو لهذه الحرب لا نهاية ولا والعزلة الدولية تزداد يعني حتى في مقال آخر في واشنطن بوست بتحدث يعني كاتبة المقال ذهبت لزيارة إسرائيل فقالت أنه إسرائيل ما زالت تعيش الصدمة وأنه تعيش عزلة حزينة للغاية فهو بيقول أنه بتتزايد مظاهر هذه العزلة طبعا واضحة وهو بتحدث عن أدلة كثيرة على هذه العزلة طبعا من ضمنها محكمة العدل الدولية وحتى أنه يمر قرار مطالبة بوقف إطلاق النار في 25 مارس الماضي بعد عدم اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية كل ذلك مجرد مظاهر لهذا الاعتراض وأنه كما قال أنه في مكان مختلف تماما وأيضا يشكك بموضوع النصر على حماس أنه حماس ترجع وتشاهد في مناطق طملة لانسحاب منها حتى كما قال ديفاكوة كما يقول أنه مستشفى الشفاء مجرد مثال لو كان فعلا موجود ناس من حماس في مستشفى الشفاء أنه إسرائيل تضطر لذلك مرة أخرى وهو يختم هذا المقال بأنه حماس is not going anywhere يعني حماس لن تذهب إلى أي مكان أنه حماس باقية وموجودة وحتى أنه لو تم إضعافها بعد هذه الحرب وهذه الضربات غير المسبوقة إليها إلا أنها لم تنتهي ولم تنتهي بهذه الطريقة بجانب طبعا الحديث على أنه لا توجد استراتيجية لما بعد الحرب ربما هذه نقطة كذلك تحدث عنها الكثيرون في وسائل الإعلام العالمية في الصحافة وكذلك الرأي العام يعني نستطيع أن نفهم ذلك من خلال حجم المظاهرات في الدول الأوروبية مستمرة ومستمرة أيضا بالتأكيد ربما مرور ستة أشهر كاملة والأعداد ربما تتزايد صحيح صحيح فورين بوليسي كذلك قالت أن إسرائيل عالقة في غزة بعد ستة أشهر من حرب السابع من أكتوبر لا تزال إسرائيل تفتقر إلى استراتيجية قابلة للتطبيق مقال البحث دانيل بايمن يعني العزلة متزايدة الجميع ربما يتفق على ذلك وسائل إعلامية يعني وعالقة يعني هذا هو يعني ستاك إن غزة أنه إسرائيل الآن عالقة في غزة في هذه الحملة العسكرية التي يعني طبعا من نتيجتها وطبعا هذا العدد يعني مذكور في تقريبا كل هذه التقارير أنه تم قتل أكثر من 33 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني أنه كان في البداية هناك تشكيك في هذه الأرقام إنما الآن يعني كل هذه يعني تعتمد هذه الأرقام فبتقول أنه بعد هذه الحملة مستمرة ولا يبدو أنه أيضا من ضمن الأشياء أنه حققت ما قالت أنها ستقضي على حماس ولا أنه أيضا يتحدث على أنه لا تبدو أنه هناك عند إسرائيل استراتيجية قابلة للتطبيق في غزة وأنه استمرار الحرب بهذه الطريقة سواء بقى في رفح أو بدون رفح لا يبدو أنها ستحقق النتائج أو النصر المطلق الذي تحدث عنه نتنياهو إنما هي حرب بلغة التكاليف على جميع المستويات يعني حتى بالنسبة للجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 600 جندي هذا عدد كبير بالنسبة لهم وقتل التقدير أنه قتل حوالي 30 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة يعني من 134 المطبقين الذين لم يعودوا وأنه من الصعب تخيل أنه سيتم فرض يعني اتفاق هدنة على حماس يعني كما تحاول إسرائيل أن تفعل الآن ويعني هو في نهاية المقر بيطالب بايدن بالتدخل بطريقة جدية ليس مجرد بالكلام والضغط على نتنياهو حتى يذهب إلى الطريق الصحيح وهو يعني طبعا نهاية نهاية هذه العملية وهذه المعركة والتي لا يبدو أنه نتنياهو يسير في هذا الطريق يعني شاطر ذلك الرأي أحد الصحفيين الإسرائيليين كان يتحدث في البداية أن حماس كانت تضع شروط من ضمنها إدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة وزيادة المساعدات كان هذا بندا من بنود التفاوض أما الآن فهو مطلب عالمي مطلب أمريكي بزيادة المساعدات وتم الاستجابة لي لحد كبير طبعا بعد قتل عمال الإغاثة من المطبخ المركزي العالمي ميدل إست آي كذلك قالت إنه انتهت لعبة المدافعين عن حربي في إسرائيل على غزة مقال ديفيد هرست يعني أيضا في نفس السياق بيقول وكأنه كان هناك صرح هو الذي سمح لإسرائيل بارتكاب كل هذه المجازر ضد الفلسطينيين وقتل هذه العداد الكبيرة الألاف المؤلفة يبدو أن هذا الصرح قد هوى الآن ولم يعد لهم أشد المؤيدين لإسرائيل الذين كانوا يرددون منذ البداية على جميع المستوى سواء سياسيين سواء صحفيين سواء باحثين سواء مسؤولين أنه فكرة أنه هذه حرب للدفاع عن النفس أنه هذه الحرب هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حماس وليعادة الأمور إلى نصابها هو يقول الآن وكأنه الجميع يهرب ويبعد عن ذلك كثيرا لأنه أصبح الآن من يدافع عن إسرائيل وكأنه صديق للقاتلة صديق لمن قاتل عمال الإغاية صديق لمن ارتكب إبادة جماعية فلم يوجد هذا الدعم الكلامي وترديد الأكاذيب بالقطع الرؤوس الأطفال والاغتصاب الجماعي وكل ذلك فهو يقول أصبح من الصعب جدا حتى من كانوا يرددون هذا الكلام أصبح من الصعب جدا بالنسبة لهم أن تكراروا فبالتالي هو أيضا يتحدث على أنه وكأنه game is over انتهت هذه اللعبة وانتهت هذه التبريرات وانتهى هذا الدعم فالصورة اختلفت تماما منذ السابع من أكتوبر وبعد ستة أشهر إلى ستة أشهر كاملة من قتل المثالين وعشرات الألاف من القتلى والمصابين للأسف الشديد شكرا جزيلا لك سيدة نادية أبو المجد على هذه الاستفادة في الصحافة العالمية والغربية شكرا